الإسلام دين العمل وقد شرف ظاهرة العمل وكرم ظاهرة العمل وخاصة العمل النافع والعمل الذي ينسجم مع شروط العقيدة الإسلامية لكن كذلك الإسلام لم يترك العامل دون الحديث عن أخلاقه فمثل ما للعمل مجموعة من الأخلاق ومجموعة من الشروط الأخلاقية فكذلك للعامل أيضا شروطه الأخلاقية المحددة لعل هي عديدة الشروط الأخلاقية للعامل ولكن نحن نختصر هذه الشروط الأخلاقية في شرطان كبيران مميزان يعني هما الأمانة والقوة فدعنا نحاول أن نتوقف عند هذين الخلقين الأساسيين المميزين للعامل في الإسلام بالنسبة للأدلة على ذلك أن القرآن الكريم جمع بين هذين الخلقين الأساسيين الذين يحتاجهم العامل في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن خير من استأجرت القوي الأمين سورة القصص ثم قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة التكوير ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعم ثم أمين فإذا لاحظ أن القرآن الكريم وهو النص الأصلي والمرجعي والمدونة الكبرى في الإسلام يجمع بين هذين القوتين أو بين هذين الخاصيتين ويركز عليهما في حديث أيضا نبوي شريفة تؤكد هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام في حديث شريف رواه أبو هريرة المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف هذا حول خاصية القوة يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث رواه الإمام الترمذي التاجر الصدوق يعني الصديق الأمين صادق الأمين مع النبيين والصدقين والشهادة ما شاء الله التاجر الصدوق الأمين التاجر الصادق يعني ذلك الذي يؤدي عمله بصدق وأمانه ما هي منزيلته؟ منزيلة الشهادة مع النبيين والصديقين والشهادة طيب ومن لا يؤدي هذه الأمانة من كان على العكس تاجرا ربما كذوبا خائنا يعني لعوبا يعني غير ملتزم بالقيم الأخلاقيات العمل في الإسلام فرسول عليه الصلاة والسلام في حديث من مسند الإمام أحمد يقول فيه لا إمانة تسقط عنه الإمان تماما هنا نستعيذ بالله من هذا الأنحاء طيب قلنا إذن من أخلاق العمل خلقين مركزيين أساسيين كبيرين طبعا الصفات الأخرى عديدة جدا لأخلاق العمل نحن فقط اختصرنا للدقة فركزنا قلنا اجتماع خلق القوة الأمانة لكن ما المقصود بالقوة؟ وأين تظهر القوة؟ هل هي القوة الغاشمة؟ القوة المعتدية؟ القوة العدوانية؟ القوة الفيزيائية؟ يعني القوة الجسدية الخالصة العمياء؟ قوة العضلات وما يترتب عنها ربما من استعمال مفرط لها؟ ما هي القوة التي يقصدها الإسلام؟ طبعا القوة التي يقصدها الإسلام متنوعة المستويات عندها ثلاث مستويات أولا قوة عقلية وفكري تتجلى في التخطيط في التفكير في ذكاء في الإدارة في كل هذه الأمور فهي قوة عقلية وفكري هذه القوة المطلوبة أولا في العامل وهي محبدة لأنها تؤدي إلى منتوجية وتؤدي إلى نجاح عملية العمل القوة الثانية المطلوبة في العامل هي القوة الجسدية والنفسية القوة الجسدية النفسية المقصود بها هي قوة سلامة البدن ولكن كذلك توازن الحياة النفسية من الداخل يعني أن لا يكون هناك مثلا اضطراب عقلي أو اضطراب نفسي أو مشكل صحي كبير يعيق أداء العامل لعملي القوة في المستوثلث هي القوة القلبية القوة القلبية نقصد بها هنا قوة الاستقرار العاطفي أو الذكاء العاطفي والوجداني والإيماني لأننا نتحدث عن عامل مسلم لا نتحدث عن عامل في المطلق نتحدث عن عامل مسلم ولذلك يهمنا جدا هذا الجانب الوجداني هذا الجانب العاطفي المليء بالثيقة بالله سبحانه وتعالى المليء بالتوكل على الله سبحانه وتعالى المليء بالإيمان وبفهم يعني أن العمل هو جزء من العبادة هذه مجالات الخلق القوة وهي مطلوبة لكن ما هي مجالات خلق الأمانة هذا ما سنراه في الفيديو الموالي ترجمة نانسي قنقر